نروح مع حضراتكم لأول فقراتنا النهاردة وأخبار الناشئين في الصحف والمواقع هنبتدئ مع كواليس قرعة التصفيات النهائية لدوري الجمهورية للناشئين والشباب طبعاً 2003 و2006 والتسعة وتسعين و2001 هيلعبوا التصفيات النهائية مسبة 2003 و2006 هتقام من دورين في التصفيات النهائية بينما تسعة وتسعين و2001 هتقام من دور واحد وفي حالة إنهاء أي فريق للمرحلة النهائية وهو في الصدارة بفارق تلت نقاط أو أقل عن صاحب المركز التاني هيلعب الفريقين مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري نروح للخبر التاني تعرف على كرعة التصفية النهائية لدوري الجمهورية للشباب موليد تسعة وتسعين طبعاً عارفين بطولة تسعة وتسعين تقام من ثلاث مجموعات المجموعة الأولى صعد منها الأهلي وإمبي والإنتاج الحربي المجموعة التانية صعد منها الزمالك والإسماعيلي وسيراميكا المجموعة التالتة صعد منها سموحة والمؤولين عرب وبرامتس إن شاء الله النادي الأهلي هيواجه الإسماعيلي في أول مباراة في التصفيات النهائية في استاد القناة الجديد يوم الخميس 21 واحد أيضاً الفرق المتأهلة للتصفيات النهائية لدوري الجمهورية للنشئين موليد 2001 ثلاث مجموعات أيضاً المجموعة الأولى صعد منها المؤولين العرب وطلع الجيش والتحاد السكندري المجموعة التانية الأهلي والجونة وإمبي المجموعة التالتة سيراميكا والإسماعيلي وبرامتس أول مباراة هتكون إن شاء الله النادي الأهلي أمام سيراميكا كليو باطرة يوم 24 واحد الأحد أهلي 2003 يفوز على الانتاج الحربي بهدف في بطولة الجمهورية ويتأهل للمرحلة النهائية أحرز هدف اللقاء في الديا 80 اللاعب سمير محمد أهلي 2005 يفوز على الطيران بسبعية نظيفة في بطولة الكاهرة أحرز أهداف اللقاء اللاعب سيف أيمن ثلاثة أهداف وافتكروا الاسم ده سيف أيمن ما شاء الله من اللعبة المميزة جدا في قطاع الناشين وأيضا في فريق 2005 اللاعب سيف الطيب وأحمد عزة ويحيى أحمد وأحمد فكري هدفا لكل منهما كابتن شريف عبد الفضير المدير الفني لفريق 2005 بيقول بطولة المنطقة قوية وقطاع الناشين بالأهلي يشهد طفرة كبيرة أهلي 2006 يفوز على سموحة بثنائية في بطولة الجمهورية أحرز هدفا لقاء اللاعب عمار وليد حافظ ما شاء الله على عمار أحرز في الإسماعيلي وكمان في سموحة والهدف الثاني عبد الرحمن النحاس نجل الكابتن عماد النحاس في الديئة 94 كابتن سيد غريب المدير الفني لأهلي 2006 بيقول أهلي 2006 يقدم عروضا رائعة وهدفنا إعداد لاعبين للفريق الأول أهلي 2008 كابتن أسامة زكي المدير الفني ليكون نضيف النهاردة إن شاء الله بيقول أو بيفوز على الشمس 8-0 في مهرجان البراعي البراع